تمكنت مقاطعة الشرطة القضائية الأولى الجزائر الوسطى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة تبدأ النصب والإحتيال مع التزوير واستعمال مصور في محرارات إدارية هذه الشبكة قامت بالنصب على 40 شخص راغب بأداء مناسك الأمراء من خلال التكبل بجميع الإجراءات الخاصة بذلك مقابل مبلغ مالي يقدر ب45 مليون سنتيم عن كل ملاء قضية الحال تمت تحت إشراف النيابة تمكنت دات المصالح من توقيف ثلاث أشخاص من بينهم إمرأة تتروح الأعمارهما بين 25 و41 سنة العملية أصفرت عن ضبط واحد 40 تدكات صفر مزورة خاصة بمناسك الأمراء خمس هواتب نقالة أجهزة إعلام آلي بكل واحدها خمس جوازات صفر طابعة زائد سكانار خطف خاص بوكالات السياحة وأصفار نسخة عن رخصة استغلال وكالات السياحة والأصفار مزورة